اشتباكات قوية تشهدها قرية الباغوز بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الارهابي وسط تقدم المقاتلين وتحريرهم المزيد من المواقع اعمدة الدخاني تصاعدت من جيب الباغوز الصغير مع قصفه بالطائرات والمدفعية فيما اكد مراسلنا من هناك ان قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تحرير مبان عدة قبل ان تتابع تقدمها صباح الاثنين وتطوق داعش من ثلاث جهات ولم يعد لديه منفذ الا نهر الفرات من جانبه قال مدير المركز الاعلامي لقوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي على تويتر ان القوات حررت عدة مواقع وتم تفجير مستودع للذخيرة وبحسب المتحدث باسم التحالف الدولي شون ران فان الهجوم البري لقوات سوريا الديمقراطية كان فعالا للغاية مضيحا ان هذه القوات تواصل اتباع ما وصفه مقاربة مدروسة ومنهجية لانهاء اخر مناطق سيطرة داعش واشنت قوات سوريا الديمقراطية هجوما متقطعا على الجيب الاخير لداعش شرقية دير الزر وتوقفت لفترات طويلة على مدى الاسابيع القليلة الماضية للسماح بخروج المدنيين الذين تقول القوات انها لن تنهي معركتها الاخيرة بانتصار على حسابهم مهما كان الثمن هذا واعلنت قصد الاحد ان نحو ستين الفا فروا من الجيب الاخير لداعش غالبيتهم من المدنيين منذ بدء المعركة الحاسمة للقضاء نهائيا على الارهابيين في التاسع من كانون الثاني يناير الماضي مهمة اخرى تبذل قوات الديمقراطية جهودا حثيثة لاتمامها على اكمل وجه اذ لا تزال مخلفات التنظيم الارهابي من الغام تركها في المناطق التي طرد منها تودي بحياة عشرات المدنيين الفارين مهمة طالت او قصرت اتقول قوات سوريا الديمقراطية انها ماضية في اتمامها بنجاح للقضاء نهائيا على بؤر الارهابي في شمال وشرق سوريا بعد ان اثار داعش الارهابي الرعب بين المدنيين وعاث فسادا طوال السنوات القليلة الماضية اشتركوا في القناة